وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفون وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجموعة مرسك العالمية للنقل البحري سورين بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة مرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفون ومن جانبها أعرب رئيس مجموعة مرسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطور وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة مستعرضا مخططا لإنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار وذلك سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات شهد الاجتماع أيضا مناقشة سبريت عزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة مرسيك لسيما في مجالة التدريب وتبدل الخبرات والنقل البحري واللوجستي ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية شكرا